للعام الرابع على التوالي يمر شهر رمضان على النازحين في محافظة ديالة وهم يسكنون الخيام النازحون عبروا عن عملهم بالعودة إلى مناطقهم المستعدة من تنظيم داعش منذ ثلاث سنوات ووصفوا حياتهم في المخيمات بأنها لا تطاق وأنهم في سجن كبير طبعا بمزيد من الحسن والأسى نعزي أنفسنا ونعزي الأسر الفقيرة النازحة اللي ما زالت قضة الرمضان الرابع بهذا المخيم من النزوح والجوع والحرمان والانكسارات النفسية المتكررة والغربة عن الأهل والأصدقاء والمناطق اللي هم عاشوا بيهم من طفولتهم اللي رسموا بيها أجمل أجمل أرسوم طفولتهم اللي تركوه بيهم الذكريات حلوة وطيبة وجميلة الأوان لأن يرجع هؤلاء المظلومون إلى مناطقهم المدمرة المخربة يا ترى ماذا عملت الحكومات السابقة؟ الحكومة السابقة ماذا عملت لهؤلاء؟ إلا شيء قليل تهد داعش عسكريا وتم تحرير كل أراضي العراق لماذا لا يرجع هؤلاء النازحين إلى أماكنهم؟ ترجمة نانسي قنقر